أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأت العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة يقول قال عمر لسعد قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة فقال سعد أتأد في الأوليين وأحلف في الأخرين وما آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن به أخبرنا حمداد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي أبو الحسن قال حدثنا أبي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال وقع ناس من أهل الكوفة في سعد عند عمر فقالوا والله ما يحسن الصلاة فقال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أركد في الأوليين وأحلف في الأخرين قال ذاك الظن به أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال إني لأعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين سورة في عشر ركعات ثم أخذ بيد على القمة فدخل ثم خرج إلينا على القمة فسألنا فأخبرنا بهم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول قال رجل عند عبد الله قرأت المفصل في ركعه قال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في ركعه أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أنبأنا إسرائيل عن أبي حسين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله وأتاه رجل فقال إني قرأت الليلة المفصل في ركعه فقال هذا كهذ الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر عشرين سورة من المفصل من آل حاميم أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبد الله بن السائد قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلعن عليه فوضعهما عن يساره فافتتح بسورة المؤمنين فلما جاء ذكر موسى أو عيسى عليهم السلام أخذته سعلة فركع أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حديثة أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن عياث عن العلاء بن المسيب عن عمر بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة والأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجار أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال سمعت أبا در يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافك بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته وقال ابو منيع يجهر بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابه فلا يسمعوا وابتغي بين ذلك سبيلا أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع قال حدثنا نسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ قال كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتاله قال سألت أنسا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم قال قال ابن عوسجة كنت نسيت هذه زينوا القرآن حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي هريرة هو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله عز وجل لشيء يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وحب قال أخبرني عمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبر أن أبا سلمة أخبر أن أبا هريرة حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي بزمارا من مزانير آل داود عليه السلام أخبرنا عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا من مزانير آل داود عليه السلام أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزانير آل داود عليه السلام أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليك عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلم عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونث عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبره ثم يكبر حين يركع فإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم ثم يكبر حين يهوي ساجده ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحوير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه أخبرنا كتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركعه وإذا رفع رأسه من الركوع أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبد الله قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد أخبرنا كتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها طلبه في الركوع والسجود أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتاذة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعب عن سليمان قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة والأسود أنهما كانا مع عبد الله في بيته فقال أصلى هؤلاء قلنا نعم فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة قال إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليأمكم أحدكم وليفرش كفيه على فخذيه فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أحمد بن سعيد رباقي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أنبأنا عمر وهو بن أبي قيس عن الزبير بن عادي عن إبراهيم عن الأسود وعلى القمة قال صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته فقام بيننا فوضعنا أيدينا على أكبنا فنزعها فخالف بين أصابينا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أخبرنا نوح بن حبيب قال أنبأنا بن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقام فكبر فلما أراد أن يركع فبق يديه بين ركبتيه وركع فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإنساك بالركب أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وجعلت يدي بين ركبتيه فقال لي اضرب بكفيك على ركبتيك قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا قد نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فطبقت فقال أبي إن هذا شيء كنا نفعلك ثم ارتفعنا إلى الركب أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر قال سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حسيم عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر إنما السنة الأخذ بالركب أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم قال أتينا أبا مسعود فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا وكبر فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استوى كل شيء منه أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال حدثنا حسين عن زائدة عن عطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمر قال ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلنا بلى فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجافى بطيب حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه ثم سجد فجافى الطيب حتى استقر كل شيء منه ثم قعد حتى استقر كل شيء منه ثم سجد حتى استقر كل شيء منه ثم صنع كذلك أربع ركعا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال 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 أبو مسعود ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه قلنا بلى فقام فكبر فلما ركع جافا بين ابطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى أربع ركعات هكذا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليه أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمري بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبته أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا حميد بن مسعدة عن أشعة عن محمد عن عبيد عن علي قال نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع وقال مرة أخرى وأن أقرأ راكعا أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيا بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن ابن عباس عن علي قال نهان النبي صلى الله عليه وسلم نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن القراءة رافعة وأن القسي والمعصفر أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وأن نبس القسي وأن نبس المفدم والمعصفر وأن القراءة في الركوع أخبرنا عيسى بن حمد زغبة عن الليس عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدث أن أباه حدث أنه سمع علي يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر وأن تختم الذهب وأن القراءة في الركوع أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن ابن عباس قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس طفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن سلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد ويزيد قالا حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروع عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أنبأني قتادة عن مطرف عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح أخبرنا عمر بن منصور يعني النسائي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث عن معاوية يعني ابن صالح عن أبي قيس الكندي وهو عمر بن قيس قال سمعت عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلما ركع مكس قدر سورة البقرة يقول في ركوعه سبحان ذي الجبعوت والملكوت والكبرياء والعظمة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلم قال حدثني عم الماجشون بن أبي سلم عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك أسلم وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري وعظامي وبخي وعصري أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكل أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا يقول إذا ركع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت ربي خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع وكان بدرية قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل لمسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل قال لا أدري في الثانية أو في الثالثة قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني قال إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعدة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا صالد قال حدثنا شعبة عن قتالة قال سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتم الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن قيس بن سليم العنبري قال حدثني علقمة بن وائل قال حدثني أبي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده هكذا وأشار قيس إلى نحو الأذني أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتالة عن نصر بن عاصم أنه حدثهم عن مالك بن الحويرس أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا لك الحمد وكان لا يرفع يديه بين السجدتين أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله أنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم وكان لا يفعل ذلك في السجود أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أهس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرس على شقه الأيمن فدخلوا عليه يعودونه فحضرت الصلاة فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نعيم بن عبد الله عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمله قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتجعونها أيهم يكتبها أولا أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد عن قتاد عن يونسى بن جبير عن حطان بن عبد الله أنه حدثه أنه سمع أبا موسى قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بثلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحم يسمع الله لكم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات وهي تحية الصلاة أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا بن علية قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن وهب بن ميناس العدني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السجود بعد الركع يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أخبرني عمر بن هشام أبو أمية الحراني قال حدثنا مخلد عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد خير ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد من كالجد أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد لربي الحمد وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وتجوده وما بين السجدتين قريبا من السوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك قال قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين أن أنس بن مالك سئل هل قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده قال بعد الركوع أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قام هنيها أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظاه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيع والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحية مضر يومئذ مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال أنبأنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سنع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمر بن مرة وأخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان قال حدثنا عمر بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب وأقال عبيد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وهشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا قال شعبة لعن رجالا وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع هذا قول هشام وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا يلعن رعلا وذكوان ولحيان أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم العن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنط وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط وصليت خلف عمر فلم يقنط وصليت خلف عثمان فلم يقنط وصليت خلف علي فلم يقنط ثم قال يا بني إنها بدع أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباد عن محمد بن عمر عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فآخذ قبضة من حصى في كف أبرده ثم أحوله في كف الآخر فإذا سجدت وضعته لجبهتي أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه من السجود كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى صلاته أخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرني هذا قال كلمة يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت يوسف وهو ابن ماهك يحدث عن حكيم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحادي بهما فروع أذنين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع وكان لا يفعل ذلك في السجود أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي البسطاني قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال من كتابه قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير أخبرنا زياد بن أيوب دلويل قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمر عن طاوس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعره ولا ثيابه أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد منه سبعة آراب وجهه وكفاه ورقبتاه وقدمه أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن نسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال بصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبينه وأنفه أثر الماء والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين مختصر أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح ويونث بن عبد الأعلى والحارث بن نسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين أخبرنا عمر بن منصور النسائي قال حدثنا المعل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدك على الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين أخبرنا محمد بن منصور المكي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب على يديه وركبتيه وأطراف أصابعه قال سفيان قال لنا ابن طاووس ووضع يديه على جبهته وأمرها على أنفه قال هذا واحد واللفظ لمحمد أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد بن أبي وقاس عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدما أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيدة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من صخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عطاء عن أبي حميد السعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن الطيب وفتف أصابع رجليه مختصر أخبرني أحمد بن ناصح قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب يذكر عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر وسجد فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال حدثنا أبو العلاء واسمه أيوب بن أبي مسكين عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفترش أحدكم زراعيه في السجود افتراش الكلام أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنه البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال أنبأنا ابن شميل هو النضر قال أنبأنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى جخا أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض أبطيه أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز عن بشير بن نهي عن أبي هريرة قال لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت أبطيه قال أبو مجلز كأنه قال ذلك لأنه في صلاة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أرى عفرة أبطيه إذا سجد أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد وهو ابن الأصم عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرة أخبرنا إسحاق ابو إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بصاق الكلب اللفظ لإسحاق أخبرنا علي بن خشر من المروزي قال أنبأنا عيسى وهو ابن يونسا عن الأحمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود أخبرنا محمد ابن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير أخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن يزيدا وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة وروح يعني ابن القاسم عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر السرحي من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمر بن الحارث أن بكيرا حدث أن كريبا مولى بن عباس حدث عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معخوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف أخبرنا محمد بن منصور المكي عن سفيان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ونهي أن يكف الشعر والثياب أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن خارد بن عبد الرحمن هو السلمي قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة عن سعيد عن قتال عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو علي الحنفي وعثمان بن عمر قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث لا أقول نهى الناس نهاني عن تختم الذهب وعن نبس القسي وعن المعصر المفدمة ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا ابن وهب عن يونس والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أنبأنا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبي عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السطرة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم قد بلغ ثلاث مرات إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها العبد أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قنل أن يستجاب لكم أخبرنا هنال بن السري عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن سلمة بن كهيل عن أبي رشدين وهو كريب عن ابن عباس قال بدت عند خالتي ميمونة بنت الحارث وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجته فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ثم أتى فراشه فنام ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء ثم قام يصري وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحتي نورا واجعل من فوقي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا واجعل أمامي نورا واجعل خلفي نورا وأعظمي نورا ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعك فجعلت ألتمسه وظننت أنه أتى بعض جواريه فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه أتى بعض جواريه فطلبته فإذا هو ساجد يقول رب اغفر لي ما أسررت وما أعلنت أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عم الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجد ولك أسلم وبك آمن سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أخبرنا يحيى بن عثمان قال أنبأنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجودك اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلم وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أخبرنا يحيى بن عثمان قال أنبأنا بن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت اللهم أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاد قال حدثنا خالد عن أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد وصدور قدميه نحو القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من صفتك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أخبرنا إبراهيم بن الحسن النصيصي المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرني ابن أبي مليك عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فقالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عمر بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك ليقول قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام فصلى فبدأ فاستفتح من البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ ثم ركع فمكت راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة ثم سورة فعال مثل ذلك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن سلة بي زفر عن حذيفة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاستفتح بسورة البقرة فقرأ بنئة آية لم يركع فمضى قلت يختمها في الركعتين فمضى قلت يختمها ثم يركع فمضى حتى قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران ثم ركع نحوا من قيامه يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمم وأطال القيام ثم سجد فأطال السجود يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا أكره أخبرنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي عن شعبة قالا حدثنا سعيد عن قتاذة عن مطرف عن عائشة قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وتجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن واب بن معنوس قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر بن عبد العزيز فحزرنا في ركوعه عشر تسليحات وفي سجوده عشر تسليحات أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى بمكة وهو بصري قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن علي بن يحيى بن خلاد بن مالك بن رافع بن مالك حدثه عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله اذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل فذهب فصل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك اذهب فصل فإنك لم تصل فأعادها مرتين أو ثلاثة فقال الرجل يا رسول الله ما عبت من صلاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده قال همام وسمعته يقول ويحمد الله ويمجده ويكبره قال فكلاهما قد سمعته يقول قال ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترفي ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وقد سمعته يقول جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترفيه ويكبره فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترفيه فإذا لم يفعل هكذا لم تتم مصلاته أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمر يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي أنه سمع أبا صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد فأكثر الدعاء أخبرنا هشام بن عمار عن هقل بن زياد بن دمشقي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوءه وبحاجته فقال سلي قلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذلك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أنبأنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بطلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل ينفعني أو يدخلني الجنة فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجد إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال لي عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجد إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة أخبرنا محمد بن سليمان لوين بالنصيصة عن حماد بن زيد عن معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد قال كنت جائسا إلى أبي هريرة وأبي سعيد فحدث أحدهما حديث الشفاع والآخر منصد قال فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسل وذكر الصراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع فيعرفون بعلاماتهم إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا موضع سجود فيصب عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السين أخفرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن أبي عقوب البصري عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسين فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال أبي فرفعت رأسي وإلى الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرت أن أعجله حتى يخضي حاجته أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن دكين ويحيى بن آدم قالا حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه وعلقمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك أخبرنا محمد بن المتنى قال حدثنا معاذه هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن نالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك كله يعني رفع يديه أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وبعد الركوع ولا يرفع بين السجدتين أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي حمزة سمعه يحدث عن رجل من عبس عن حذيفة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبه فقال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم قرأ بالبقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وقال حين رفع رأسه لربي الحمد لربي الحمد وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي أخبرنا موسى بن عبد الله بن موسى البصري قال حدثنا النضر بن كثير أبو سهل الأزدي قال صلى إلى جنبي عبد الله بن طاوس بميناء في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى ورفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت أنا ذلك وقلت لي وهيب بن خالد أن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه فقال له وهيب تصنع شيئا لم نرى أحدا يصنعه فقال عبد الله بن طاوس رأيت أبي يصنعه وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه وقال عبد الله بن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثني يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوا بيديه حتى يرى وضح ابطيه من ورائه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا يحيا عن شعبة قال حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء قال كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوعه وسجوده وقيامه بعدما يرفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع خلبه من الركع ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحم ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجدود أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا فقال أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال فقعد في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآفرة أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا هشيم عن صالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وطر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي في غير وقت الصلاة فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدة ثم قام فاعتمد على الأرض أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائب بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه قال أبو عبد الرحمن لم يقل هذا عن شريك غير يزيد بن هارون والله تعالى أعلم أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم أن أبا هريرة كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا نصر بن علي وسوار بن عبد الله بن سوار قالا حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن زهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه ما صليا خلف أبي هريرة رضي الله عنه فلما ركع كبر فلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم ثم سجد وكبر ورفع رأسه وكبر ثم كبر حين قام من الركعة ثم قال والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا واللفظ لسوار أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي أنه قال إن من سنة الصلاة أن تضجع رشلك اليسرى وتنصب اليمنى أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمر بن الحارث عن يحيى أن القاسم حدث عن عبد الله وهو بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا جلس في الركعتين أبجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب أصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى قال ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرائس أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال وكيف كان يصنع قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تل الإبهام في القبلة ورمى وجصبه إليها أو نحوها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أخبرنا زكري بن يحيى السجدي يعرف بخياط السنة نزل بدمشق أحد الثقات قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أنبأنا بن المبارك قال حدثنا مخرمة بن بكير قال أنبأنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتي ثم أشار بأصبعه أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن الأشجعي عن سفيانة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله طال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في ركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخبرنا محمد بن المسنة قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر التشهد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيا وهو ابن آدم قال سمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة والتطوع ويقول حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا منصور وحماد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال حدثنا ابن وهو قال أخبرني عمر بن الحارث أن زيد بن أبي أنيسة الجزر حدثه أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعن قمة عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أخبرني محمد بن جبلة الرافقي قال حدثنا العلاء بن هلال قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال لنا قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال عبيد الله قال زيد عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن أخبرني عبد الرحمن بن خالد الرقي قال حدثنا حارث بن عقية وكان من زهاد الناس عن هشام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا قال حدثنا هشام هو الدستوئي عن حماد عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نقلل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وحماد ومغيرة وأبي هاشم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال أبو عبد الرحمن أبو هاشم غريب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن ذكين قال حدثنا سيف المكي قال سمعت مجاهدا يقول حدثني أبو معمر قال سمعت عبد الله يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكفه بين يديه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثني قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعرية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبيّن لنا صلاتنا فقال أقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وإذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم إذا كبر الإمام وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام الأجري البصري قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أبي غلاب وهو يونث بن جبير عن حطان بن عبد الله أنهم صلوا مع أبي موسى فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن أبي زبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشفد كما يعلمنا القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمع قال سمعت أيمن وهو ابن نابل يقول حدثني أبو الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشفد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار أخبرنا الهيسم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين كأنه على الربس قلت حتى يقوم قال ذلك يريد أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الشفع الذي كان يريد أن يجلس فيه فمضى في صلاته حتى إذا كان في آخر صلاته سجد 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 سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين فقال حطيم عن من تحفظ هذا فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم سكت فقال له حطيم وعثمان قال وعثمان أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف ابن عبد الله قال صلى علي بن أبي طالب فكان يكبر في كل خفض ورفع يتم التكبير فقال عمران بن حسين لقد ذكرني هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار واللفل قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمر بن عطاء عن أبي حميد السعيدية قال سمعته يحدث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمير قال سمعت عبيد الله وهو ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من الركعتين يرفع يديه كذلك حذو المنكبيه أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله وهو ابن عمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمر بن عوف فحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يجمع الناس وأمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم وصفح الناس بأبي بكر ليؤذنوه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثروا علم أنه قد نابهم شيء في صلاتهم فالتفت فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت فرفع أبو بكر نديه فحمد الله وأثنى عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع القفقرة وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصر فقال لأبي بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن تصلي فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للناس ما بالكم صفحتم إنما التصفح للنساء ثم قال إذا نابكم شيء في صلاتكم فسبحوا أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن رافعوا أيدينا في الصلاة فقال ما بالهم رافعين أيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس أسكنوا في الصلاة أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمر فقال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنسلم بأيدينا فقال ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذك ثم يقول السلام عليكم السلام عليكم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة ولا أعلم إلا أنه قال بإصبعه أخبرنا محمد بن منصور المكي وقال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال قال ابن عمر دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه فدخل عليه رجال يسلمون عليه فسألت سهيبة وكان معه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا ثلم عليه قال كان يشير بيده أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب يعني ابن جغير قال حدثنا أبي عن قيس بن سعد عن عطاء عن محمد بن علي عن عمار بن ياسر أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إليه فلما فرغ دعاني فقال إنك سلمت علي آنفا وأنا أصلي وإنما هو موجه يومئذ إلى المشر أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن عمر بن الحارث قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يسير مشرقا أو مغربا فسلمت عليه فأشار بيده ثم سلمت عليه فأشار بيده فانصرفت فناداني يا جابر فناداني الناس يا جابر فأتيته فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد عليه قال إني كنت أصلي أخبرنا قتيبة بن سعيد والحسين بن حريث واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمزح الحصى فإن الرحمة تواجفه أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لابد فاعلا فمره أخبرنا عبد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى وهو بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب وابن المسيب جائس أنه سمع أبا در يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد في صلاته ما لم يرتفت فإذا صرف وجههم صرف عنه أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أشعة بن أبي الشعتاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الألتفات في الصلاة فقال اختلاث يختلثه الشيطان من الصلاة أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعة عن أبيه عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال قال حدثنا إسرائيل عن أشعف بن أبي الشعثاء عن أبي عطية عن مسروب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا المعاف بن سليمان قال حدثنا القاسم وهو ابن معن عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال قالت عائشة إن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرا فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصداته قعودا فلما يسلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن أبي هند عن ثور بن زيد عن أكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو بن زريع عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة أخبرنا محمد بن رفع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام وهو بن أبي عبد الله عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم عن أبي قتاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامته فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم عن أبي قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها فإذا فرغ من سجوده أعادها أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة فمشى عن يمينه أو عن يسارك ففتح الباب ثم رجع إلى مصلاة أخبرنا قتيبة ومحمد بن المثنى واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق لنساء زاد بن المثنى في الصلاة أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونسى عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنه ما سنعى أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أخبرنا ختيبة قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الأعمش وأنبأنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمر بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي عن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت إن وجدته يصلي فتنحنح دخلت وإن وجدته فارغا أذن لي أخبرني محمد بن عبيد قال حدثنا بن عياش عن مغيرة عن الحارث العكلي عن ابن نجي قال قال علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني شرحبيل يعني ابن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبي قال قال لي علي كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلاث فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنحا صرفت إلى أهلي وإلا دخلت علي أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن حمال بن سلم عن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز مرجل يعني يبكي أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة وبسط يده كأنه يتناول شيئا ولما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يده قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا بها يلعب به ولدان أهل المدينة أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلم أن أبا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال أحفظه من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله إنا حديث عهد بجاهلية أجاء الله بالإسلام وإن رجالا منا يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ورجال منا يأتون الكفهان قال فلا تأتوهم قال يا رسول الله ورجال منا يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاه قال وبين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمي يا ما لكم تنظرون إلي قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني بأبي وأمي هو ما ضربني ولا كهرني ولا سبني ما رأيت معلما قبله ولا بعد أحسن تعليما منه قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن قال ثم اطلعت إلى غنيمة لي ترعاها جارية لي في خبل أحد والجوانية وإن اطلعت فوجدت الذئب قد ذهب منها بشاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون فسكتها سكة ثم انصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ادعها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله عز وجل قال في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمنة فاعتقها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمر الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوخطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال حدثنا ابن أبي غنية واسمه يحيى بن عبد الملك والقاسم بن يزيد الجرمي عن سفيان عن الزبير بن عدي عن كلثوم عن عبد الله بن مسعود وهذا حديث القاسم قال كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد عليه فأتيته فسلمت عليه وهو يصلي فلم يرد عليه فلما سلم أشار إلى القوم فقال إن الله عز وجل يعني أحدث في الصلاة أن لا تكلموا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم وأن تقوموا لله قانتين أخبرنا الحسين بن فريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمت عليه فلم يرد عليه فأخذني ما قرب وما بعد فجلست حتى إذا قضى الصلاة قال إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام في الصلاة وعليه جلوس فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال قال أبو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء قال قال أبو هريرة ولكني نسي قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فانطلق إلى خشبة معروضة في المسجد فقال بيده عليها كأنه غضبان وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرة الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه أن يكلما وفي القوم رجل في يديه طول قال كان يسمى ذا اليدين فقال يا رفول الله أنسيت أم قصرة الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة قال وقال أكما قال ذا اليدين قالوا نعم فجاء فصل الذي كان تركه ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم كبر أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن القاسم عن مالك قال حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذا اليدين أخصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذا اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل اثنتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع أخبرنا قتيبة عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذي اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جارث بعد التسليم أخبرنا سليمان بن عبد الله قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ركعتين ثم سلم فقالوا قصرة الصلاة فقام وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين أخبرنا عيسى بن حمد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرت فأدركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت فقال لم تنقص الصلاة ولم أنس قال بلى والذي بعثك بالحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فصلى بالناس ركعتين أخبرنا هارون بن موسى الفروي قال حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين قالوا نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاة أخبرنا يا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة عن أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم في ركعتين وانصرت فقال له ذو الشمالين بن عمر أنقصت الصلاة أم نسيت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ذو اليدين فقالوا صدق يا نبي الله فأتم بهم الركعتين اللتين نقص أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حسمة أخبره أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقال له ذو الشمالين نحوه قال ابن شهاب أخبرني هذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وأخبرنيه أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا شعيب قال أنبأنا ليث عن عقيد قال حدثني ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حسمة عن أبي هريرة أنه قال لم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ قبل السلام ولا بعده أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود قال أخبرنا ابن وهب قال أنبأنا عمر بن الحارث قال حدثنا ختابة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلة أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال وحدثني ابن عون وخالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في وهمه بعد التسليم أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسى بوري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي خلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجد سجدتين ثم سلم أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي خلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباء فقال يعني نقصت الصلاة يا رسول الله فخرج مغضبا يجر رداءه فقال أصدق قالوا نعم فقام فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين فإذا استيقن بالتمام فليسجد سجدتين وهو قاعد فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جاس فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وإن صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الذي يرى أنه الصواب فيتمه ثم يعني يسجد سجدتين ولم أفهم بعض حروفه كما أردت أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى ويسجد سجدتين بعدما يفرق أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبد الله بن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص فلما سلم قلنا يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكموه ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم وليسجد سجدتين أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال حدثنا الفضيل يعني بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها أو نقص فلما سلم قلنا يا نبي الله هل حدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ فذكرنا له الذي فعل فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتي سهو ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم شك في صلاته شيئا؟ فليتحر الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهل أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة قال كتب إلي منصور وقرأته عليه وسمعته يحدث رجلا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم أقبل عليهم بوجهه فقالوا أحدث في الصلاة حدث؟ قال وماذا؟ فأخبروه بصنيعه فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل عليهم بوجهه فقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وقال لو كان حدث في الصلاة حدث أنبأتكم به وقال إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم يسجد سجدتين أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن شعبة عن الحكم قال سمعت أبا وائل يقول قال عبد الله من أوهم في صلاته فليتحر الصواب ثم يسجد سجدتين بعدما يفرغ وهو جالس أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن نسعر عن الحكم عن أبي وائل عن عبد الله قال من شك أو أوهم فليتحر الصواب ثم ليسجد سجدتين أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يقولون إذا أوهم يتحر الصواب ثم يسجد سجدتين أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قال قال عبد الله بن مسافع عن عقبة بمحمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم أخبرنا محمد بن هاشم أنبأنا الوليد أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن مسافع عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد التسليم أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج وروح هو ابن عبادة عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين قال حجاج بعدما يسلم وقال روح وهو جاس أخبرنا قطيبة عن نالك عن ابن شهاب عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه حتى لا يدري كم صلى فإذا رأى أحدكم ذلك فليسجد سجدتين أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار هو اللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة قال وماذاك قالوا صليت خمسة فسنى رجله وسجد سجدتين أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن شميل قال أنبأنا شعبة عن الحكم ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به من ظهر خمسة فقالوا إنك صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم وهو جالس أخبرنا أخبرنا محمد بن رافع قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى علقمة خمسا فقيل له فقال ما فعلت قلت برأسي بلى قال وأنت يا أعور فقلت نعم فسجد سجدتين ثم حدثنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خمسا فوشوش القوم بعضهم إلى بعض فقالوا له أزيد في الصلاة قال لا فأخبروه فثنى رجله فسجد سجدتين ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن نارك بن مهول قال سمعت الشعبية يقول سهى علقمة بن قيس في صلاته فذكروا له بعدما تكلم فقال أكذلك يا أعور قال نعم فحل حبوته ثم سجد سجد سجدتي سهو وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسمعت 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 الحكم يقول كان علقمة صلى خمسة أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن علقمة صلى خمسة فلما سلم قال إبراهيم بن سويد يا أبا شبل صليت خمسة فقال أكذلك يا أعور فسجد سجدتي السهو ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن أبي بكر نهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي خمسة فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذات قالوا صليت خمسة قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأذكر كما تذكرون فسجد سجدتين ثم انفتل أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف أن معاوية صلى أمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتيني وهو جالس بعد أن أتم الصلاة ثم قعد على المنبر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نسي شيئا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح قال أنبأنا بن وقب قال أخبرني عمر ويونس وليس أنبن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج أن عبد الله بن بحين تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين كبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار بن دار واللفظ له قالا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمر بن عطاء عن أبي حميد السعدي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين التي تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شفه متوركا ثم سلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أبجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخده اليسرى ويده اليمنى على فخده اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال حدثنا محمد وهو بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعيه على فخده وأشار بالسبابة يدعو بها أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتي فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وحلق ورأيته يقول هكذا وأشار بشر بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام والوسطى أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة ثم لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول صليت إلى جنب بن عمر فقلبت الحصى فقال لي بن عمر لا تقف بالحصى فإن تقليب الحصى من الشيطان وفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل قال هكذا ونصب اليمنى وأضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة أخبرنا أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن قال رآني بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت وكيف كان يصنع قال كان كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بأصبوعه التي تل الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى أخبرنا سويد بن مصر قال أنبأنا عبدالله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي النوائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فنظرت إليه فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها مختصر أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع أصبعه التي تل الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باصطها عليها أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن زبير عن عبد الله بن زبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها قال ابن جريج وزاد عمر قال أخبرني أخبرني عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصري عن المعافى عن عصام بن قدامة عن مالك وهو ابن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بأصبعه أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عصام بن قدامة الجدري قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا لراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أفبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو أخبرنا يعقوب بن إبراه قال حدثنا يحيى عن بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفهم يسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسباب لا يجاوز بصره إشارته أخبرنا أحمد بن عمر بن السرح عن بن وهب قال أخبرني الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن شقيق ابن سلم عن ابن مسعود قال كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا فإن الله عز وجل هو السلام ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصادقين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخبرنا أحمد بن ثليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا أبو الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل هو السلام فإذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير بعد ذلك من الكلام ما شاء أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن قتادة وأنبأنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله أن الأشعرية قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبيّن لنا صلاتنا فقال إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم ثم لي أمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال وإذا قال سنع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سنع الله لمن حمده ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشاهد كما يعلمون السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية وأيمن عندنا لا بأس به والحديث خطأ وبالله التوفيق أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد وأخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام أخبرنا أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أنبأنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال قدم علينا سليمان مولى الحسن بن علي زمن الحجاج فحدثنا عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه فقلنا إنا لنرى البشرى في وجهك فقال إنه أتاني الملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة أخبرنا محمد بن سلم تقال حدثنا بن وهب عن أبي هانئ أن أبا علي الجنبي حدث أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي ثم علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو تجب وسل تعطى أخبرنا يا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفلة عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصري وعبد الله بن زيد الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم أخبرنا زياد بن يحيا قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيء قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي عليك ونسلم أما السلام فقد عرفناه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم أخبرنا القاسم بن زكري بن دينار من كتابه قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال ابن أبي ليلى ونحن نقول وعلينا معهم قال أبو عبد الرحمن حدثنا به من كتابه وهذا خطأ أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قال عبد الرحمن ونحن نقول وعلينا معهم قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من الذي قبله ولا نعلم أحدا قال فيه عمر بن مرة غير هذا والله تعالى أعلم أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال قال لي كعب بن عجرة ألا أهدي لك هدية قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليه فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما بارقت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال قال حدثنا مجمع بن يحيا عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أنا رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف نصلي عليك يا نبي الله قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في حديثه عن أبيه عن عثمان بن حكيم عن خارد بن سلمة عن موسى بن طلحة قال سألت زيد بن خارجة قال أنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله السلام عليك قد عرفنا فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم أخبرنا يا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبي عن عمر بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته في حديث الحارث كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته قالا جميعا كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال أبو عبد الرحمن أنبأنا قتيبة بهذا الحديث مرتين ولعله أن يكون قد سقط عليه منه شط أخبرنا سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنبأنا حميد بن سلم عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي واللفظ له قالا حدثنا يحيا قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به أخبرنا عبيد بن وكيع بن الجراح أخو سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علني كلمات أدعو بهن في صلاتي قال سبح الله عشرا وحمديه عشرا وكبريه عشرا ثم سليه حاجة يقول نعم نعم أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يعني ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دع الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أخبرنا عمر بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنظلة ابن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثة أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أخبرنا يونث بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبل عن الصنادحي عن معاذ بن جبل قال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأحبك يا معاذ فقلت وأنا أحبك يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا يا حمياد بن سلم عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد بن أوسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبيه غير أنه كنا عن نفسه فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغناء وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مبتدين أخبرنا عبيض الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال صلى عمار بن ياسر بالقوم صلاة أخفها فكأنهم أنكروها فقال ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلف أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضاء بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مدرح وفتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مبتدين أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته فقالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة بعد إلا تعوذ من عذاب القبر أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن زبير أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيد من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن المعافى عن الأوزاعي وأنبأنا علي بن خشر من عن عيسى بن يونس واللفظ له عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر لنسيح الدجال ثم يدعو لنفسك بما بدى له أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشفد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيا بن آدم قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن طلحة بن مصرث عن زيد بن وحب عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي فطفف فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ أربعين عاما قال ما صليت منذ أربعين سنة ولو ميت وأنت تصلي هذه الصلاة لميت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الرجل لا يخفف ويتم ويحسن أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن علي وهو ابن يحيا عن أبيه عن عم له بدري أنه حدث أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصل ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثة فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني فقال إذا قمت تريد الصلاة فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ثم افعل كذلك حتى تفرغ من صلاتك أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن داود بن قيس قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك للأنصري قال حدثني أبي عن عم له بدري قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالسا في المسجد فدخل رجل فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه في صلاته فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي حتى كان عند الثالثة أو الرابعة فقال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرست فأرني وعلمني قال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن وضوءك ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تم ومن تقص من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيا عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم وهو ابن سعد قال حدثني عبد الله بن جعفر وهو ابن المسور المخرمي عن إسماعيل بن محمد قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر هذا ليس به بأس وعبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني متروك الحديث أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا أبو نعيم عن مصعر عن عبيد الله بن القبطية قال سمعت جابر بن ثورة يقول كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم السلام عليكم وأشار مسعر بيده عن يمينه وعن شماله فقال ما باد هؤلاء الذين يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخير الشمح أما يكفي أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله أخبرنا محمد بن المسنة قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعن القمة عن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خطب ورفع وقيام وقعود ويسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى ضياد خده ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج قال بن جريج أنبأنا عمر بن يحيا عن محمد بن يحيا بن حبان عن عمه واسع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كلما وضع الله أكبر كلما رفع ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يسار أخبرنا يا ختيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدرع وردية عن عمر بن يحيا عن محمد بن يحيا بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال قلت لابن عمر أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان قال فذكر التكبير قال يعني وذكر السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم عن يسار أخبرنا زيد بن أخزم عن ابن داود يعني عبد الله ابن داود الخريبي عن علي بن صادح ورحمة الله عن أبي أحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض خده عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله أخبرنا محمد بن آدم عن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض خده وعن يساره حتى يبدو بياض خده أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده منها هنا وبياض خده منها هنا أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص قالوا حدثنا عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن فرات القزاز عن عبيد الله وهو ابن القبطية عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم قال فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يونئ بيده أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أخبره قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك يقول كنت أصلي بقومي بني سالم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيل أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه وبعضهم يزيد على بعض في الحديث مختصر أخبرنا محمد بن آدم عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثم تكلم ثم سجد سجد تيسة أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن أكرمة بن عمار قال حدثنا ضمضم بن جوس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم ثم سجد سجد تيسه وهو جالس ثم سلم قال ذكره في حديث ذي اليدين أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حفين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا ثم سلم فقال الخرباق إنك صليت ثلاثا فصلى بهم الركعة للباقية ثم سلم ثم سجد سجد تيسه ثم سلم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عمر بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فوجدت قيامه وركعته واعتداله بعد الركعة فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانثراف قريبا من السوا أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب أخبرتني هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من الصلاة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيا عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبر فلما صلى الحرف أخبرنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا يحيا بن آدم عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال إنما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أخبرنا يا محمد بن سلمة قال حدثنا بن وهب عن الليس عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمر الأوزاعي قال حدثني شداد أبو عمار أن أبا أسماء الرحبي حدث أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن إبراهيم بن صدران عن خالد قال حدثنا شعبة عن عاصب عن عبد الله بن حارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أخبرنا محمد بن شجاع للمروذي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن زبير يحدث على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه أهل النعمة والفضل والسماء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في دبر الصلاة أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعته من عبدة بن أبي لبابة وسمعته من عبد الملك بن أعين كلاهما سمعه من وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب أبي العلاء عن وراد قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر الصلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخبرنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال حدثنا خلاد بن سليمان قال أبو سلمة وكان من الخائفين عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات فسألته عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا قدامة عن جسرة قالت حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول فقلت كذبتي فقالت بلى إنا لنقرض منه الجلد والثوم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا فقال ما هذا فأخبرته بما قالت فقال صدقت فما صلى بعد يومئذ صلاة إلا قال في دبر الصلاة رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر قال حدثنا بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بعقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالله الذي فلق البحر لموسى إنا لنجد في التوراة أن داود نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي أصمه وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ برضاك من سقطك وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال وحدثني كعب أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقولهن عند انصرافه من صلاته أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيا عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة قال كان أبي يقول في دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت أقولهن فقال أبي أي بني عمن أخذت هذا قلت عنك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة أخبرنا يحيا بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن عقاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فهي خمسون ومئة في اللسان وألف وخمسمئة في الميزان وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر أربعا وثلاثين فهي مئة على اللسان وألف في الميزان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في كل يوم وليلة ألفين وخمسمئة سيئة قيل يا رسول الله وكيف لا نحصيهما فقال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا ويأتيه عند منامه فينيمه أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سورة عن أصباط قال حدثنا عمر بن قيس عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن يسبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبره أربعا وثلاثين أخبرنا موسى بن حزام الترمذي قال حدثنا يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمدوا ثلاثا وثلاثين ويكبروا أربعا وثلاثين فأتي رجل من الأنصار في منامه فقيل له أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدوا ثلاثا وثلاثين وتكبروا أربعا وثلاثين قال نعم قال فاجعلوها خمسا وعشرين واجعلوا فيها التهليل فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال اجعلوها كذلك أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثني علي بن الفضير بن عياض عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رجلا رأى فيما يرى النائم قيل له بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسبح ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين فتلك مئة قال سبحوا خمسا وعشرين واحمدوا خمسا وعشرين وكبروا خمسا وعشرين وهللوا خمسا وعشرين فتلك مئة فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا كما قال الأنصارين أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في المسجد تدعو ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك قالت نعم قال ألا أعلمك يعني كلمات تقولينهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عتاب هو ابن بشير عن خصيف عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون وينفقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين ولا إله إلا الله عشرة فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم أخبرنا أحمد بن حقص بن عبد الله النيسى بوري قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم يعني ابن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن أبي الزبير عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبل صلاة الغدات مئة تسبيحة وهلل مئة تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أخبرنا محمد بن عبد الأهل الصنعاني والحسين بن محمد الذارع واللفظ له قالا حدثنا عثام بن علي قال حدثنا الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح أخبرنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الذي في وسط الشهر فإذا كان من حين يمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدى لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وطر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد مطرنا ليلة إحدى وعشرين فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قعد في مصلى حتى تطلع الشمس أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وذكر آخر عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة كنت تجابث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس في المصلى حتى تطلع الشمس فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية وينشدون الشعر ويضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن السدي قال سألت أنس بن مالك كيف أنصرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه أخبرنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا يحيا قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا يرى أن حتما عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرفه عن يساري أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال حدثنا الزبيدي أن مكحولا حدثه أن مسروق بن الأجدع حدثه عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا ويصلي حافيا ومنتعلا وينصرف عن يمينه وعن شماله أخبرنا علي بن خشر من قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان نساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فكان إذا سلم انصرفن متلفعات بمروطهن فلا يعرفن من الغلس أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم من أمامي ومن خلفي ثم قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قلنا ما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال ثمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم كانت سادسة فلم يقم بنا فلما كانت الخانسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل قلنا يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصر فحسب له قيام ليلة قال ثم كانت الرابعة فلم يقم بنا فلما بقي ثلث من الشهر أرسل إلى بناته ونسائه وحشد الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر قال داود قلت ما الفلاح قال السحور أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارف قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر بالمدينة ثم انصر فيتخطى رقاب الناس سريعا حتى تعجب الناس لسرعته فتبعه بعض أصحابه فدخل على بعض أزواجه ثم خرج فقال إني ذكرت وأنا في العصر شيئا من تبر كان عندنا فكرت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا خالد وهو ابن الحارف عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قويش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما صليتها فنزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصل العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المسزومي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا اليوم الذي كتب الله عز وجل عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله عز وجل له يعني يوم الجمعة فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حادم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله عز وجل بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن أبي ميناء أنه سمع بن عباس وابن عمر يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على أعواب من بره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعاء أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين أخبرني محمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا همام عن قتادة عن قدامة بن وبره عن سمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنس دينار أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم قلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعف الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي يقولون قد بليت قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن وهب عن عمر بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمر بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وسواه ويمث من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في طيب ولو من طيب المرأة أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة أخبرنا محمود بن خالد عن الوليد قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة فقال إنما كان الناس يسكرون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس فذكر ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يغتسلون أخبرنا أبو الأشعة عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن قتاذة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل قال أبو عبد الرحمن الحسن عن سمرة كتابا ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة والله تعالى أعلم أخبرنا عمر بن منصور وهارون بن محمد بن بكار بن بلال واللفظ له قالا حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارف عن أبو الأشعة الصنعاني عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر بن عمر أن عمر بن الخطاب رآ حلة فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن ثوار قال حدثنا ليث قال حدثنا خالد عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمر بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواه وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه أخبرني عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع أبا الأشعة حدثه أنه سمع أوسى بن أوس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتسل يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام وأنصط ولم يلغب كان له بكل خطوة عمل سنة أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة فإذا خرج الإمام طوة الملائكة الصحف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة ثم كالمهدي بطة ثم كالمهدي دجاجة ثم كالمهدي بيضة أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم الأول فالأول فإذا خرج الإمام طوية الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه كالمهدي بقرة ثم الذي يليه كالمهدي كبشا حتى ذكرت دجاجة والبيضة أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال أنبأنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد فيكتبون الناس على منازلهم فالناس فيه كرجل قدم بذنة وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم عصفورا وكرجل قدم بيضة أخبرنا قطيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود بن عمر والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة إثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمثوها آخر ساعة بعد العصر أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثني يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش قال حدثنا جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنريح نواضحنا قلت أية ساعة قال زوال الشمس أخبرنا شعيب بن يوسف قال أنبأنا عبد الرحمن عن يعلى بن الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع وليس للحيطان فيء يستغل به أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أول حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعفوه قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أصبره قال إنما أمر بالتأذين الثالث عثمان حين كثر أهل المدينة ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا صالد قال حدثنا شعبة عن عمر بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين قال شعبة يوم الجمعة أخبرنا عمر بن سواد بن الأسود قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا بن جريج أن أبى الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستند إلى جذع نخلة من سواري المسجد فلما صنع المنبر واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكتت أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا يخطب قاعدا وقد قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا فاضوا إليها وتركوك قائما أخبرنا محمود بن خالد قال حدثني عمر بن عبد الواحد قال سمعت يحيى بن الحارث يحدث عن أبي الأشعة الصنعاني عن أوس بن أوس التقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وابتكر وغدا ودنا من الإمام وأنصط ثم لم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها أخبرنا وهب بن بيان قال أنبأنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عبد الله بن بسر قال كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اجلس فقد آذيت أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فقال له أركعت ركعتين قال لا قال فاركع أخبرنا قطيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى أخبرنا عبد الملك بن شعيد بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض وعن سعيد بن المسيب أنه ما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن القرثع الضبي وكان من القراء الأولين عن سلمان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاة إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمن اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ولا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ولا عبد الجبار بن وائد بن حجر أخبرنا يا محمد بن بشار قال حدثنا يا محمد بن جعفر قال حدثنا يا شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليلتسر أخبرنا يا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن نشيط أنه سأل ابن شهاب عن الغصل يوم الجمعة فقال سنة وقد حدثني به سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بها على المنبر أخبرنا ختيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليلتسر قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا تابع ليث على هذا بسناد غير ابن جريج وأصحاب الزهري يقولون عن سارم بن عبد الله عن أبيه بدل عبد الله بن عبد الله بن عمر أخبرنا يا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد الخدرية يقول جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهيئة مذة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت قال لا قال صل ركعتين وحتى الناس على الصدقة فألقوا ثيابا فأعطاه منها ثوبين فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحتى الناس على الصدقة قال فألقى أحد ثوبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بثوبين ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبك أخبرنا ختيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله قال بينى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت قال لا قال قم فاركع أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو موسى إسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن يقول سمعت أبا بكرة يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين أخبرنا محمد بن المثنة قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيا عن محمد بن عبد الرحمن عن ابنة حارثة بن النعمان قالت حفظت قال والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يوم الجمعة أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حسين أن بشر بن مروان رفع يديه يوم الجمعة على المنبر فسبهوا عمارة بن رويبة التخفي وقال ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا وأشار بإصبعه السبابة أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يعثران فيهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة رأيت هذين يعثران في قميصهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال أنبأنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثني يحيى بن عقيل قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغوة ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسرائيل عن سناك عن جابر بن سمرة قال جالفت النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيته يخطب إلا قائمة ويجلس ثم يقوم فيخطب الخطبة الآخرة أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم وكان يقفل بينهما بجلوس أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمة ثم يقعد قعدة لا يتكلم ثم يقوم فيخطب خطبة أخرى فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدة فقد كذب أخبرنا عمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمة ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني مخول قال سمعت مسلما للبطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح أغف لا ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أخبرنا قتيبة عن مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة أن إبراهيم بن محمد بن المنتشر أخبره قال سمعت أبي يحدث عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع العيد والجمعة فيقرأ بهما فيهما جميعا أخبرنا قتيبة ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فلن يصلي بعدها أربعة أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته أخبرنا عبدة بن عبد الله عن يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتيت الطور فوجدت سم كعبا فمكثت أنا وهو يوما وحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طبعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه فقال كعب ذلك يوم في كل سنة فقلت بل هي في كل جمعة فقرأ كعب التوراة ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فخرجت فلقيت بصرة ابن أبي بصرة الغفاري وقال من أين جئت قلت من الطور قال لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأتيه قلت له ولم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساء المساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس فلقيت عبد الله بن سلام فقلت لو رأيتني خرجت إلى الطور فلقيت كعب فمكثت أنا وهو يوما أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثني عن التوراة فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه قبض وفيه تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك يوم في كل سنة فقال عبد الله بن سلام كذب كعب قلت ثم قرأ كعب فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كل جمعة فقال فقال عبد الله صدق كعب إني لأعلم تلك الساعة فقلت يا أخي حدثني بها قال يا آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب الشمس فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة وليست تلك الساعة صلاة قال أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلاة لم يزل في صلاته حتى تأتيه الصلاة التي تلاقيها قلت بلى قال فهو كذلك أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن الزهري قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه أخبرنا عمر بن ذرارة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه قلنا يقللها يزهدها قال أبو عبد الرحمن لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث غير رباح عن معمر عن الزهري إلا أيوب بن سويد فإنه حدث به عن يونس عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وأيوب بن سويد متروك الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن إدريس قال أنبأنا ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تغفروا من الصلاة إن خفتم أن يبتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إن نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن فقال له ابن عمر يا ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل أخبرنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة لا يخاف إلا رب العالمين يصلي ركعتين أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن عون عن محمد عن ابن عباس قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة لا نخاف إلا الله عز وجل نصلي ركعتين أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت حبيب بن عبيد يحدث عن جبير بن نفير عن ابن الصنق قال رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته عن ذلك فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع فأقام بها عشرة أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي أنبأنا أبو حمزة وهو السكري عن منصور عن إبراهيم عن عزقمة عن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن شعبة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صلاة الجمعة ركعتين والفطر ركعتين والنحر ركعتين والسفر ركعتين تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أخبرنا محمد بن وهد قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن أيوب وهو بن عائل عن بكير بن الأخنس عن مجاهد أبي الحجاد علي بن عباس قال فرضت صلاة الحضر على لسان نبي صلى الله عليه وسلم أربعة وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة أخبرنا يعقوب بن ماهان قال حدثنا القاسم بن مالك عن أيوب بن عائل عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة حدثنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن صالد بن الحارس قال حدثنا شعبة عن قتاد قال سمعت موسى وهو بن سلمة قال قلت لابن عباس كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماع قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن موسى بن سلمة أبن عباس قلت تفوتون الصلاة في جماعة وأنا بالبطحاء ما ترى أن أصلي قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارسة بن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق وأنبأنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو إسحاق عن حارسة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين أخبرنا قتيبة قال أحدثنا ليس عن بكير عن محمد بن عبد الله بن أبي سليمان عن أنس بن مالك أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ومعي أبي بكر وعمر ركعتين ومع عبدมา بكر عبد الرحمن عن محمود اشترك قال صلى عثمان بمنا أربعة حتى بلغ ذلك عبد الله فقال لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال أنبأنا يحيا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاد قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وصلىها أبو بكر ركعتين وصلىها عمر ركعتين وصلىها عثمان صدرا من خلافته أخبرنا حبيد بن مسعدة قال حدثنا يزيد قال أنبأنا يحيا بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي بنا ركعتين حتى رجعنا قلت هل أقام بمكة قال نعم أقمنا بها عشرة أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عراق بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة خمسة عشر يصلي ركعتين ركعتين أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجويب عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد أن حبيد بن عبد الرحمن أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع العلاء بن الحضرمي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بعد قضاء نتفيه ثلاثة أخبرنا أبو عبد الرحمن قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع في حديثه عن سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث المهاجر بمكة بعد نتفيه ثلاثة أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير الأزدي قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمني قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة وما عاب عليك أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا العلاء بن زهير قال حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها فقيل له ما هذا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أخبرني نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثني أبي قال كنت مع ابن عمر في سفر فصل الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون قال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على الركعتين وأبى بكر حتى قبض وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك أخبرنا ختيبة قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب قال حدثنا أبو مسعود الجريري عن حيان بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن ثمرة قال بين أنا أترى ما بأسهم لي بالمدينة إذ انكسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت لأنظرن ما أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثوف الشمس فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد فجعل يسبح ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال ثم قام فصلى ركعتين وأربع سجدات أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن وهب عن عمر بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى فإذا رأيتهوهما فصلوا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيث عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتموهما فصلوا أخبرنا محمد بن كامل المروزي عن هشيم عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى تنجلي أخبرنا عمر بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعة عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس فوثب يجر ثوبه فصلى ركعتين حتى انجلت أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهرية عن عروة عن عائشة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن الصلاة جامعة فاجتمعوا واصطفوا فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهرية قال أخبرني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصر أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس تمانية ركعات وأربع سجدات وعن عطاء مثل ذلك أخبرنا محمد بن المسنى عن يحيا عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن ابن نمر وهو عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن كثير بن عباس وأخبرني عمر بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزع عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفة الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرني ابن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال حدثني من أصدق فظننت أنه يريد عائشة أنها قالت كسفت الشمس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات ركع الثالثة ثم سجد حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى إن سجال المائلة تصب عليهم مما قام بهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده فلم ينصرح حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بهما فإذا كسفا فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل حتى ينجليا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات قلت لمعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شك ولا مرية أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلة ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمم ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصره ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا حتى يفرج عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم لقد رأيتموني أردت أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن نحي وهو الذي سيم السواهب أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامع فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم قال كأي ثم أخبرنا ثم رفع فسجد ثم فعل ذلك في الركعت الأخرى مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يختفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أخبرنا محمد بن سلم عن ابن وحب عن عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عائشة حدثتها أن يهودية أتتها فقالت أجارك الله من عذاب القبر قالت عائشة يا رسول الله إن الناس ليعدبون في القبور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخسفت الشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن ركوعه وقيامه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال قالت عائشة كنا نسمعه بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة تقول جاءتني يهودية تسألني فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أيعذب الناس في القبور فقال عائذا بالله فركب مركبا يعني وانخسفت الشمس فكنت بين الحجر مع نسوة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه فأتى مصلىه فصلى بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القيام ثم سجد فأطال السجود ثم قام قياما أيسر من قيامه الأول ثم ركع أيسر من ركوعه الأول ثم رفع رأسه فقام أيسر من قيامه الأول فكانت أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس فقال إنكم تفتنون في القبور كفتنة الدجان قالت عائشة فسمعته بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم أربع ركعات في أربع سجدات أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك وجعل يتقدم ثم جعل يتأخر فكانت أربع ركعات وأربع سجدات كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم من عظمائهم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفت فصلوا حتى تنجلي أخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال خسفت الشمس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر فنودي الصلاة جامعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ركعتين وسجدة ثم قام فصلى ركعتين وسجدة قالت عائشة ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه قال فهو محمد بن حمير أخبرنا يحيى بن عثمان قال حدثنا بن حمير عن معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي طعمة عن عبد الله بن عمر قال كسفت الشمس فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسجدتين ثم قام فركع ركعتين وسجدتين ثم جلي عن الشمس وكانت عائشة تقول ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجودا ولا ركع ركوعا أطول منه فالفه علي بن المبارك أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو حفصة مولى عائشة أن عائشة أخبرت أنه لما كسفت الشمس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة فقام فأطال القيام في صلاته قالت عائشة فحسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام مثل ما يقام ولم يسجد ثم ركع فسجد ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجده ثم جلس وجلي عن الشمس أخبرنا هلال بن بشر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن عطاء بن السائب قال حدثني أبي السائب أن عبد الله بن عمر حدث قال إن كسفت الشمس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقام الذين معه فقام قياما فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي ويقول لم تعدني هذا وأنا فيهم لم تعدني هذا ونحن نستغفرك ثم رفع رأسه وانجلت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل فإذا رأيتم كثوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل ولذي نفت محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بصدت يدي لتعاطيت من قطوفها ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم حتى رأيت فيها امرأة من حمير تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش أليتها وحتى رأيت فيها صاحب السبتيتين أخى بني الدعداع يدفع بعصا ذات شعبتين في النار وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول أنا سارق المحجن أخبرنا محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم قال حدثني إبراهيم سبلان قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كسفت الشمس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى للناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك حتى فرغ من صلاته ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته وإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا الحسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني فعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب فذكر في خطبته حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمرة بن جندب بين أنا يوما وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا قال فدفعنا إلى المسجد قال فوافينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرج إلى الناس قال فاستقدم فصلى فقام كأطول قيام قام بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم ركع بنا كأطول ركوع ما ركع بنا في صلاة قط ما نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول سجود ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك قال فوافق تجل الشمس جلوسه في الركعة الثانية فسلم فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله مختصر أصبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا صالد عن أبي قلاب عن نعمال بن بشير قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزع حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت فلما انجلت قال إن ناسا يذعبون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل إن الله عز وجل إذا بدى بشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمر بن عاصم أن جده عبيد الله بن الوازع حدثه قال حدثنا أيوب السختياني عن أبي خلاب عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال كستك الشمس ونحن إذ ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وخرج فزعا يجر ثوبه فصلى ركعتين أطالهما فوافق انصرافهم جلاء الشمس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتابة عن أبي خلاب عن قبيصة الهلالي أن الشمس انخسفت فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين حتى انجلت ثم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولكنهما خلقان من خلقه وإن الله عز وجل يحدث في خلقه ما شاء وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع له فأيهما حدث فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتابة عن أبي خلابة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خسفت الشمس والقمر فصلوا كأحدث صلاة صليتموها أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبو نعيم عن الحسن بن صالح عن عاصم الأحول عن أبي خلابة عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتابة عن الحسن عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما مستعجلا إلى المسجد وقد انكسفت الشمس وصلى حتى الجبت ثم قال إن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا ينخسفان إلا لموت عظيم من عظماء أهل الأرض وإن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله في خلقه ما يشاء فأيه من خسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب إليه الناس فصلى بنا ركعتين فلما انكشفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بهما عباده وإنهما لا يختفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يكشف ما بكم وذلك أن ابنى له ما يقال له إبراهيم فقال له ناس في ذلك أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن أشعة عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين مثل صلاتكم هاده وذكر كتوف الشمس أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا بن القاسم عن مالك قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قرأ نحوا من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت قال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منهما بخيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال بكفرهم قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الوليد حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع الزهري يحدث عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات وجهر فيها بالخراءة كلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحم أخبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ابن عباد رجل من بني عبد القيس عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كثوف الشمس لا نسمع له صوتا أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري قال حدثنا غنذر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال قال شعبة وأحسبه قال في السجود نحو ذلك وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول رب لم تعدني هذا وأنا أستغفرك لم تعدني هذا وأنا فيهم فلما صلى قال عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت فيها أخى بني دع دع سارق الحجيد فإذا فطن له قال هذا عمل محجن ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا انكسفت إحداهما أو قال فعل أحدهما شيئا من ذلك فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل أخبرنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير عن الوليد عن عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهرية عن سنة صلاة الكثوف فقال أخبرني عروة بن زبير عن عائشة قالت كثفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامع فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ثم قرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا مثل قيامه أو أطول ثم رفع رأسه وقال سنع الله لمن حمده ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فرفع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقال سنع الله لمن حمده ثم كبر فسجد سجودا طويلا مثل ركوعه أو أطول ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من الأولى ثم كبر ثم ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى في القيام الثاني ثم كبر فركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول ثم كبر فرفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر فسجد أدنى من سجوده الأول ثم تشهد ثم سلم فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فأيوما خسف به أو بأحدهما فافزعوا إلى الله عز وجل بذكر الصلاة أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكثوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم انصرف أخبرنا يا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن عمرة حدثت أن عائشة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا فخصف بالشمس فخرجنا إلى الحجرة فاجتمع إلينا نساء وأقبل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ضحوة فقام قياما طويلة ثم ركع ركوعا طويلة ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف قعد على المنبر فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال مختصر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ففرغ من صلاته وقد جلي عن الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله عز وجل وقال يا أمة محمد إنه ليس أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا شكرا 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 شكرا